روان وريان شقيقتان توأم حققتا شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات عفوية وطبيعية ينشرانها عبر قناتهم الخاصة على يوتيوب التي في رصيدها أكثر من مليوني مشترك حتى الآن روان وريان ستنضمن إلينا مباشرة الآن من استوديوهات اليوم في دبي للحديث أكثر عن هذه التجربة الفريدة من نوعها مع عالم السوشيل ميديا ريان وريان أهلا وسهلا ببيلينك اليوم أول شي مين ريان ومين روان أنا ريان وأنا روان نحن منرحب فيكم أنا تونيا أكيد إذا بتعرفوا منرحب فيكم معنا اليوم ببيلينك بداية كانت فكرة مين تصوير هالفيديوهات وبثها على يوتيوب من وين إجت الفكرة ومين شجعكم أمو فيها أول شي اللي يعني هلأ الفكرة كانت مني أنا وريان كنا كثير كثير كان بدنا أن نعمل فيديوهات باليوتيوب وكنا كثير من نستمتع فيها صح روان وكمان اللي ساعدنا بهذا الشي هو أخنا الكبيرة وماما وبابا كمان فهذا هو الزواب العالم نيع حلو كثير وأي متى بلشتوا بنشر هالفيديوهات وتصويرها يعني تحديدا تتذكروا شي من سنة من أكتر من قدي وقت احنا بشهر تسعة السنة اللي هو بألفين وستعاش شهر تسعة تلتاش تسعة بلشنا تصوير وشهر الجاي اللي هو شهر تسعة هذا رح تكون خلاص عمر القناة سنتين رح بكون صار عمر القناة سنتين وفيه وفيه برصيدة مليونين كمان متتبع مزبوط أصبت شو كانت ردة فعلكم لما عرفتوا أنه صاروا مليونين بعرف أنه عملتوا فيديو عن هالموضوع بس خبرونا شوي أكتر للمشاهدين اللي ما شايفوا هالفيديو ردة فعلنا كانت كتير كتير حلوة طلعت من قلبنا وكنا كتير فرحانين لنصرنا مليون نجم ونجمة واحنا كتير من شكر هذر المتابعين ونشكركم كتير كتير على المليونين مشترك إحنا اليوم صرنا مليونين كمان مبروك على المليونين أكيد هذا الرقم كتير كبير خبريني شوي عن ردة فعل الأشخاص لحواليكم عن هالموضوع رفقاتكم بالمدرسة رفقاتكم العيلة كيف عم يتجاوبوا مع أنه أنتوا صرتوا مشهورين اليوم على يوتيوب وعندكم فيديوهات عم تحقق أكتر من مليون مشاهدة كل فيديو هذه الرقم أكيد كتير عالية خبريني عن ردة فعل أصحابكم حواليكم والعيلة كانت ردة عائلتنا هيك أنه كانت تشجعنا أكتر وأكتر وكانوا كتير مبسوطين بهذا الشيء إن فتحنا قناة وصدنا هذا العدد ونحن لم نتوقعين لهذه الدرجة نصير بهذا العدد وكمان أصحابنا كانوا كتير مبسوطين لأنهم كمان بدأوا يشجعونا مثل أهلنا ونحن متشكرهم كتير كتير حلو كتير خبروني شوي كيف تختاروا مواضيع الحلقات والأفكار يلي بدكن تنفزوها بالفيديوهات الأفكار تيجي من متابعيننا أو من مين يا روان أو من عائلتنا أو مناخدها هيك من شوي حياة اليوتيوب ومن اليوتيوب وما حدا بيساعدكم فيها ما حدا بيقترح عليكم أفكار جديدة ما حدا بيعطي ممكن مقترحات بصراحة بيعطونا مقترحات مثلا بالمدرسة وماما وبابا بيعطونا مقترحات ومانا تناخد أفكار من أنه منا إحنا وبعدين منصور فيديوهاتنا وبنستلى فيهم مع أصحاب ده حلو كتير خليني نحكي شوي اليوم عن التصوير تصوير هالفيديوهات يعني إذا أنتم اليوم عندكم تصوير فيديو أول شي مين بيساعدكم بالتحضير لهالتصوير ومين بيساعدكم أكيد بمرحلة ما بعد التصوير يعني مشوف أنه عم تضيفه كمان جرافيكس وأمور يعني بعد الإديتينج والمونتاج مين بيساعدكم بكل هالأمور؟ اللي بساعدنا هو رغض أكتر شي هي نحنا كثير من نشكرها لأنه هي بلشتنا القناة وصعدتها بكل شيء كل شيء بكعملوه وهو بقى احنا بساعدنا كمان أماما يعني نباو بعدها نحكي بنوصل القناة صار يدخل ويدخل فينا وكمان سولنا استوديو بالبيت تبعنا وإحنا متشكر بابا كثير 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 فرحانين بهذا الشي وعم نستطيع كثير بالقناة ونحنا كثير فرحانين فيكم أكيد باللقاء خبروني شوي روان ورايان عن الصعوبات يلي بتواجهوها خلال العمل على الفيديوهات شو أصعب هك شي بتواجهو عادة خلال تصوير الفيديو؟ الحمد لله ما عنا صعوبات بس لما يكون في وقت للدراسة يعني ما نترك الدراسة ونروح نصور بس لما يكون في إلا فراغ من روح ومنصور يعني منصور فيديوهاتها بأوقات الفراغ أو بس يكون عنا وقت بعد الدراسة لأن الدراسة أول شي عندنا يعني ورايان يعني أهم شي الدراسة طالما أهم شي الدراسة أنتو شو حلمكم يعني روان شو حلمك مثلا بالحياة شو بديك كوني بس تكبري؟ لما أكبر بدي أكون دكتورة سنان مشان يعني أحسنت أنه هذا شي حلو مشان أكون دكتورة سنان ورايان؟ أنا نفس روان بدي أصير دكتورة سنان عشان هذا شي كثير بسليني يعني وبساعد الناس اللي سنانهم مش منيحة بس أكبر يعني اتنينتكم عندكم الحلم زيتو عم تطلعوا بالفيديوهات زيتا أدي برأيك برأيكم أوصدي لو لو كنتوا يعني لو ما كنتوا أخوة لو ما كنتوا توقم كنتوا راح تكونوا عم تعاملوا نفس الشي اليوم على يوتيوب؟ بصراحة آه حننعمل هذا الشي مع بعض صراحة يعني مش شاطر نكون توأم الكل بيحكوا عنا توأم مختلف بس إحنا يعني أفكارنا متطابقة بس أفكار متطابقة ولو كنا مختلفين أنا وروان ما كانت تعرف أنه أنا بدي أفتح قناة وأنا ما كنت أعرف أن هو يبدأ قناة يجيني احنا تريني قلنا مع بعض يعني ليش ما نفتح قناة كثير تسلينا بهذا الشي لأنه هاد وقته كان في قبل عد ميلادنا بشي 12 يوم وهيك فحبينا نفتح القناة حلو أيمت عيد ميلادكم تحديداً؟ عيد ميلادنا يعني إحنا الشهر الجاي أيوة بشهر تسعة وواحد تسعة يعني قبل المدرسة بيوم يعني المدرسة حتكون اثنين تسعة وأنا رجي ريان شوي يعني زعلانين أنا من هلا بقل لكم هابي بيرس دي أكيد وفي بعرف أنه كتير الملايين من المشاهدين يلي بتابعوكم على يوتيوب رح يبعطو لكم تهنئة أكيد بيه هالنهار تحديداً خبروني شوي يعني اليوم صار في برصيدكم مثل ما ذكرنا مليونين مشترك وأكتر على قناة روان وريان على يوتيوب بتتواصلوا مع هالأشخاص بتحكوا معهم تبعطو لهم بيبعطو لكم هني رسائل تسمعوا قراءهم كيف هالموضوع خبروني شوي أكتر هلأ نحنا نتواصل معهم كيف يعني هلأ نحنا بس نروح عاملات وأماكن زي اليوم نتعارف أو نلاقي الناس اللي بعرفونا ونتصور معهم وهذا كتير بفرحنا من كل قلبنا وكمال لما يبعطو لنا إيميلات بالجيميل وهيك منجاوب عليهم وفي ناس اليوم بعطو لنا بصوتهم إنه بتشكرونه وهيك فإحنا حطينا بالفيديو طبعنا بأخر الفيديو شوي منهم وعن جد كنا كتير كتير فرحانين يعني ما صدقنا من إحنا أنا وريوان بعمر هذا جايبين مليونين وقرب نقرب قناتي رسنتين مثل ما قلنا كمان مرة فإحنا كتير نبسطنا الصراحة يعني إن شاء الله إذا كل سنة بمليون مشترك هيا شغلة كتير كتير مهمة على السوشيال ميديا خبروني شوي عن قدي عبالكم تستمروا بتصوير ونشر هذه الفيديوهات لأي متى؟ أنا وريان ما في وقت محدد لنسك القناة أنا وريان بد نظل فاتحين القناة عبالي ما نكبر يعني 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 لحت ما نكبر ويصير كل شي يعني هنضل فاتحين القناة رح نضل نستمر في الهار رح نضل فاتحين القناة لتصيروا حكمة سنين الله راد متل ما بتحلموا تكونوا مظبوط إن شاء الله إن شاء الله روان وريان أنا استمتعت كتير باللقاء معكم اليوم شكرا جزيلا لإلكم على حضوركم أكيد معنا بتمنيتكم كل التوفيق بهالقناة الخاصة فيكم على يوتيوب بتشكركم